البلديات المتعاقدة مع المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني في ميلة بالأوساخ وتستمر الوضعية بالبلدية الكبيرة التي يصر فيها العمال على رفضهم لبقاء المدير لأسباب مرتبطة بكرامتهم وشرفهم انفجار الكبير لصرف العمال نتيجة الضغط الضغط اللي كان في العمال هذه مدة عشر سنوات عشر سنوات هو مدير الخدامة هذا معاملة كاريتية كاريتية لا كيادو عمال نضافها نحق رهم شعور بالعبودية في مؤسسة عمومية انشئت محليا ومنحت لها عقود تسيير القمامة المنزلية بعدة بلديات غير أن الأجور الزهيدة والحقرة والظلم حسب العمال دفعتهم للخروج عن صمتهم قدمنا لانشغال التعناد عندنا ربع أيام لخمس أيام احنا قدمنا مطالب تعليم المسؤولين والسلطات واليوم سيد الوالي بعتنا لجنة لجنة تحقيق احنا هنا موجدين على حسب تعليمات سيد الوالي باش نسوي كل وضعية مهنية على العمل والمطالب تعليم العمال رهيلي في الجنب هالقانون تلقى كل الحلول بشرط نقعدون الطاولة في الطاولة ونضروا وبإذن الله ما نحتاج إشكال باش نحلو المشاكل تعليم الملوحن فسواء قبالة مقرات الإدارات أو المؤسسات الرسمية هكذا هو الحال منذ عدة أيام في انتظار إيجاد الآذان الساغية للفئة الهشة بالمجتمع اشتركوا في القناة